طبعا اذا كان عندك مهم مفاعلة يعني ممكن تكون في قناتك زي كذا تكون كذا غير مفاعلة لكن نصيحة مني فاعلها عشان تنحفظ عندك البثث المباشرة وبس والله يا جماعة كذا عرفنا كيف نحفظ البثث عندنا في تويتش سويت طريقة انا سويتها و رح تضبط معك على طول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم مشاهدكم وضعبين في هذا الفيديو ان شاء الله رح اعلمك على طريقة كيف تحفظ البث المباشر في تويتش للجوال والكمبيوتر ولكن قبل ما نبدأ ابغاك تشوف الفيديو كامل لاني قلت في نهاية الفيديو عن شي جدا مهم يخص البث المباشر اللي موجود على الكمبيوتر والحين رح نبدأ عن طريقة الجوال فبدو ما نطول عليكم خلككم مع الفيديو طيب يا جماعة الخير زي ما تشوقوا قدامكم اول شي رح ندخل على برنامج التويتش بعدما دخلنا على طول يا جماعة الخير نروح على قناتنا تمام اللي هو هذا المكان على قناتنا تمام بعدها نروح تحت عندك هنا مكتوب أكاونت ستغط عليها تمام تمام ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر